أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة وعلى رأسها الفقر وخلال مشاركته في جلسة بعنوان إصلاح الحوكمة العالمية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين شدد شكري على أهمية إصلاح النظام المالي الدولي وذلك من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا طاير المناخي كجزء مكمل وليس بديل عن تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يهدف لزيادة التمويل وتسهيل الوصول له والاعتماد على المنح وأدوات التمويل الميسرة